أهلاً وسهلاً 디ج اوه ديديج يا كليتبيز كليتبيزة تجيبك الهريد ايو انت في انتهت تعالى عبا غبون سوى كوكو فغادي يكون هذا الفل ديالك يا هباب عيسى مع الشب الوسيم بوركابي بوراس العجل ديالك مولي السلطان الزين الصافي المسرار هادي انتي وهذا الحب ديالك مع هذا الفل ديالك الحب ديالك مع ان شاء الله خير اين هو الان في البلد البعيد اين هو الان في البلد البعيد اهو الان سعيد خبروني عنه كيف هو الان في البلد البعيد ما هو الان سعيد يفكر في الاتصال بكو سيتصل بك قريبا الاتصال موجود يفكر في البلد البعيد ياو راكين تم راكين تم حدك ما كينش في الغربة الغربة والعشق نعره ونعره 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 ججح مال انا مولهم انا انا ججح مال انا مولهم انا انا شوفي الشخص هذا قريبا سيكلمك والشخص هذا راكين تم ما بقاش مسافر راكينش دابة في السفر الانسان هادا راكين تم وكي هدر معاشي واحد عليك هاد الواحد كي يعرفك وراه غادي عيطلك موليس سلطان ديالك اوكي وها انت عندك مفاجأة عندك فرحة على حياة الزوجية وعندك تطورة وتغييرات على حياة الزوجية وراه انت يلي غادي تفكري في السفر راها انت يلي غادي يكون عندك السفر انت مقلقة ونفسيتك مش هي هادك مضمرة وراه انت يلي غادي يكون عندك سفر وملا عندك شي حاجة على البلاد البعيدة اما هو راكين تم وغادي هضر معاك ما زال كين في الخطة ديالك ولا ارى طلق سمعتين الشب بالفاتينة اذا هذي حياتك الزوجية فيها تغيرت الى الاحسن فيها مفاجآت فيها حاجات جديدة انتي نفسي تكتعبانة وما عاجبك حال وكتفقري في البلاد البعيدة وهو كيف يفكر في الحاجات التقيلة وكيف يفكر يعيط لك وراك غادي يتصل بك لالا هالالالالا الزين الغهري لالا هالالالالا اهلا غيطاج مرحبا نعود نشوفلك مرة اخرى معاه المرحب قطيفة رمضان جانا. عرفتي ديك الكسوة ديك المسرحية ديك المسرحية ديك رمضان جانا وفريح نابو اهلان رمضان العيال كيبريت عرفتيها? واش عرفتي ديك المسرحية ديك العيال كيبريت فاش كانوا لابسين ديك تبيجامات مقزة وكيبريت عرفتي هادية انا اللي لابسة ها نشو جو جو فو اه شنو ناوي هاد السير بخصوص الطلاق واش بغي هاد الطلاق يكمل ولا رد عليها بالظهر فاش تيفكر العفريت فغاديكن هاد الفعل ديالك ونشوفو عشنو قرر بخصوص موضوع الطلاق واش هاد انسان بغي الطلاق ولا لا فاكرج من attackers هرها سروال ديال كارك جوكي اش حديش هذا السروال بغني كاك كاهم Lynch جون جون جونJون تمام المسطر على DLC من أجناء يródخش واحد السروال البيض ه هه ه ه ه ه اه ه ه ه ه ه اه ه ه ه ه ال actual مستهلك قطن الابيض باش كيكونوا ناسي رجال اذا كواس روال فريد شوك شوفي الرجل ما بغي لا اطلق لهم يحزانون الرجل ما يا وراها هو ها قلبوا عقلوا هالرجوع هالصلح هاد الانسان بغي يصفي النية وبغي يرضيك وبغي يكون عند حسن طنة ديالك وجاي معاك في الخط وره ما بغيش تلاق وما بغيش هدك تلاق وما بغيش تلاق والعديانكم والعديانكم عارتي ورات الحرم شوفي كي ديرين عيالة ورجال بغي للكم تلاقوا كي تسنو ديرين بحل ذوك المشاشف كي تسنو حينهم الحوتى شخي ذوك المشاشف كيبقوا ديرين وكي تسنو كي ترميلهم شي حوتى ولا شي طريف دير الحم وحلين فمهم على أهبة الإنقضاض على ذلك القطعة من اللحم. يو هاك كديرين. عرتيرا كي تسنو بفارغي الصبر. فقطاش. وهد نص مراض. وهد نص مراض. كيف حالوكي? نشطا مشطا عبير. عبربر. عبرت الشط على مودك وخليتك على. الله يعطيهم بطيار. وحرام. انسوا رجال. اهو ما دو شوفي كده. انت يا قل كتسمعي لهم. كتشوفي فيهم. وما راغي وحرام الخوض. ده برا ما بيناش القارطة الكم زيان. هاو ما دو هاد القروض هادو يشوفوا لك واحد الججعة والتانيين. كينتظروا. على اهبة. كينتظروا فقطاش تقولي لهم صافرات. ايوا هادك تلق هو اللي ما غادش يكون. والرجوع هو اللي غادي يكون ان شاء الله. وما كين لا تلق له ولو عرتي هم متأكدين. كينش عباد الله تمام متأكدين زعب بانك غادي تفارقي معه. وها هو وما كين لا تلق لهم يحزان. بالعكس كين الرجوع وكين الصلح. وهد الانسان بغي يكون عند حسن ديالك وباغي يخدمك وباغيك انك ترضي عليه. وهانتي شي شوية بعض المرات كيهديك صدي ربي وكتبقي تفقري في المصلحة ديالك وكتقولي والله هادك تلق اللي بغاو دوك والله تلحرم لا 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 كان. وكتفقري مزيان. وبعض المرات كتقولي النصر لي ولي زوجي. وكتفقري مزيان. وبعض المرات عود تاني كتكلخي وكتفقري غي في الخيبة. بحال قبيل. في ذلك الفعل اللي اول شتي كي ديرا النفسية ديالك تعبانة. قال لكم بيك بوكس. فهمتي? وعاوني. هاد المرات تربي كيعطيك العقل وكتفقري وكتضبري الامور ديالك وكتفقري في لما تشمل وكتفقري في الصلح وكتفقري في النصر وكتفقري في الزوج ديالك بشكل ايجابي. خليك بها ديالك الطاقة الايجابية. ما تدري لهم شفيه لملحة. هاد ولاد الحرام هادو. اسمعتي. اعطيهم الصباح. تعال يا كارلا اشوف لك مع حبيبي العمر. نخلطوا الاوراق وبعدها اشوف لك مع حبيبي العمر. وزع ما غدي يلغي. ايه 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 ايه. كي بقى العلم لله ولكني انا الكارتة كتقول لي فيش طلاق. يحبيب القلب قول لي واش انت معي. يحبيب القلب قول لي واش انت معي. انت معي ولا لو. انت معي ولا لو. انت معي ولا لو. انت معي ويا حبيب القلب. غدي يكون هذا الفل ديالك يا اه كارلا هدي انتي. وهذا الحظ ديالك معه. ان شاء الله يكون خير. ديالك يا اه كريم. يكون حبيبي العمر. يكون حبيبي العمر. يكون حبيبي العمر. نضغط ومهجتي وفؤالي. هد الشخص هذا بقلبه وعقله على الفرحة. وعلى خبار يفرح. وكيشوف لك بحياتك العاطفية. اوكي? فهد الانسان هذا كيغار عليك. اوكي? خايف ان تكون عندك علاقة مع شخص. وعلاقة غرامية. اما هو بقلبه وبعقله بالجسم دياله كيشوف للفرحة الكلام معك. بغي يقول لك اسرار وبغي يقول لك اخبار. وكيشوف الحد العاطفي ديالك. يعني الانسان ما زال كي يحبك. وما زال بغي يعوضك. وما زال فنيته انه يدير حاجات لتعجبك. فقط ما لا يحبه وان تكون على علاقة بشخص اخر. طينانين. سمعتك. اما انتي. ها انتي هنا مقابلة للمحامي. وتشكين فيه وتقولين. يمكن هاد المحامي هو الحرام. يمكن غشاش. يمكن منافق. يمكن مصاب. هالشي دبا اللي كي يضور في الدماغ ديالك. اوكي? بالنسبة لك انتي. غدي يكون عندك تحركات كثيرة او تتواصل مع رجل حنطي بخصوص امور جديدة. وعندك هنا اعمال في البيت مع مرأة كبيرة. اجتمعي معها او كتلقي معها او كتهضري معها بخصوص العمل ليالك. اما انتي فستتعرضين للطاقات السلبية. هاد المرة لن اقول لك اذا كنت اه كدري اه تسابيح او لا. هاد المرة انت معرضة لطاقات السلبية على حياتك العاطفية. يعني فيه في حد بيعمل لك حاجات. هتأثر عليك هاد الاشياء هدي لمدة لفترة زمنية محددة. مش طويلة. يعني السحر هذا او طاقات السلبية هدي مفعولها لضرفي. اوكي. مفعولها ضرفي. وفي الخطة ديالك ما زال غدي يكون عندك صفر بعد خمس اوقات. يعني غدي يكون عندك صفر للخارج بعد خمس اوقات. خمس اسابيع ممكن يكون عندك صفر. كيفاش? شنو قلتي لي? ايه ايه هللي كتبتي? ايه وقرانه? ايه? ايه معه. شنو كسبتي? شنو كسبتي ايه اقرلا? كراز. قراءة القرآن. اه. يا قري يا اختي لانك راي يمكن يكون ما كنتيش كتقراي يكون هاد السحر هاد اللي كيديرو الكراء غد يضرب. فهذا كتحسين كي يخفف عليك لان ما كيشدش فيك. يعني الفتره اه زمن يا قصيرة. واحد مدة خمس ايام عدي تحسيب راسك يعني مزيّرة عليه. واحدة خمس ايام عدي تحسيي براسك مضايقة ومضغوطة. فا اه اه لولا هاد القراءة اللي كديري. يمكن كنشد فيك مزيين. هاي اجياا كالروزة. يا حب الملوك. تعال يا حب الملوك. تعال يا حب الملوك. إذا لم تكن حب الملوك غادي ندوز لعبير حب الملوك عود قطع الحرام ما كانش رشته فاش قطع ما كانش وادوك اللي عندهم البصمة وما كي يخدموهمش شغادي نقول لكم ما عندي ما نقول لكم راسكم هذا كنتم عارفين راسكم ها ها عبير عبير السؤال ديالك عبير 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 السؤال ديالك عبير كارلا بلتي 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 حيث أنا حيث ما شفتش يا كارلا ما شفتش تستني استني هل ستتطور العلاقة لترسيم بيني وبين محمد هل ستتطور العلاقة وخبر لك بلتي سني يا عبير لانا ما شفتش يا كارلا ما شفتش يا كارلا ما شفتش لما بعدتي خليني أعبير أشوف الكارلا وبعدها أشوف لك هل في رجوع ياك حيث مرترا ما كنكونش عيني ما كتكونش عيني على الشاشة يا كارلا ما كتكونش عيني على الشاشة وانتي كنكون دايرة بوجيه ما كنكونش شايفة في الشاشة إذا بغيتي تشوف يا كارلا هل هناك رجوع ياك كارلا بغيتي تشوفي هل هناك رجوع ايه وانا ما شفتش نشوف نوايا تجاهي ونوايا رجوع اوكي نشوفوا النوايا دياله فغادي يكون هدا الفل دياله وهدا شوفوا النوايا دياله ونشوفوا واشاة الإنسان بغي الرجوع شوفي هو ما تنفيك وقلبه وعقله على حظك شوفي هو ما تنفيك وقلبه وعقله على حظك شوفي نشوفه ثاني نفسيته تعبانة محطم مضمر شوفي شوفي الانسان هذا ما كيبانش لأنه الانسان هذا شوفي ياختي الانسان هذا في حظك يعني قلبه وعقله على حظك ماهتم فيك جاي في الخط ديالك في خط العتبة ديالك يعني ما زال عنده النية أنه يدخل عتبة بيتك أنه يكون مشاركك بيت تكون في بيت واحد هذه هي النوايا دياله النوايا دياله هو أنه يكون معك في المستقبل أنه يكون معك في بيت واحد حتى من ناحية ديال الشغل حتى من ناحية الشغل يتمنى ويرغب أنه يكون عنده شغل معك ويكون مستقر معك وتكون لما تشمل يعني سواء في بيت أو في عمل وما يحبش يدخل بينكم شخص آخر هذا الإنسان نفسي تتعبان فالطرف هذا الثالث موجودة ولكن غير مرتاح معه شوفي نفسي تتعبان دماغه تعبان راسه حينفجر وانتي فقد الأمل وديره بظهرك وكتقولي مستحيل وخلاص ومتفرعنا ومتكبرا وكتقولي واش كين رجوع أو ما كينش مستحيل يكون رجوع يمكن خلاص حنفته وكذا فلا كيقولك الفال هنا سواء هو أو ماشي هو فلا تخافي على حياتك العاطفية فحياتك العاطفية فيها فرحة فيها نجاح فيها فوز فيها علاقة عاطفية ناجحة وفيها تقرار لكن ما أعطانيش معامل هنا ما كيقوليش بالضبط رجوع كيندابة أو قريبه ولكن كيقولي يعني لما تشمل هو باغيها يعني نيتو لما تشمل نيتو يكون معاك في عمل نيتو يكون معاك في بيت واحد يعني قلبه وعقله على الظهر وعلى أنه يكون معاك في بيت واحد وبالنسبة لك انتي كيقولك لا تخافي على حياتك العاطفية فيها فرحة فيها فوز فيها نصر فيها علاقة عاطفية ناجحة وفيها استقرار فلا تخافي ولكن معامل ما أعطانيش معامل أما الكلام الكلام ما زال حيكون بينكم كلام كلام وقاع الأسرار سواء كان عندك سر أو هو خصوصا هو أشياء اللي ما قالها لك شغادي يقولها لك أو أشياء اللي بغيت عرفيها ما زال غادي يخبرك عليك مصير أوكي حبيبتي قتلي عبير الورد نشوف لها مع محمد وش كين حاجة إيجابية كين حب كين لما تشمل كين لقاء إن شاء الله إن شاء الله يكون خير يعني هذا يأكد رجوعه بس نعم نعم اشتياكر لا لما نقول لك خلاص هذا الإنسان ما تنتظرهش خلاص خرج من ناحيتك لما نقول لك بحالة يعني لا تنتظر لن يعود لا هذه السنة ولا السنة المقبلة لكن ما حدوك يبازلك ينفل خطة ديالك إلا هو ما زال هذا الإنسان غد يغضر معك لكن يبلي مثلا تباني انتي هنا وهو هنا وما كانش مثلا انتي هنا وهو هنا وفي الخطة دياله ما كانش حاجة اللي كتبي اللي أنه ما زال كين في الحياة ديالك فكنكلك هذا راح دون رجع فلا تنتظره لا يكون عندك أمل لكن أنا لما كان ديالك الفان معك يكون ما زال كين في الخطة ديالك يعني ما زال كين في الحد ديالك ما زال كين في المستقبل ديالك ما غادش نأكد لك هذا الرجل غاد يبقى معك للعمر كله يقدر يبقى معك للعمر كله ولكني كنقول أنا لحد الآن لحد الآن راح مازل لحد الآن راح مازل كين لك الشخص نشوفوه أعبير ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير هاد الانسان نيطر رجوع وكيف يفكر في حاجات ايجابية وكي يشوف لك الاعتباء ديالك يشوف لك البيت ديالك او السكن ديالك وكيف يفكر فيك يعني هاد الانسان لما يحط راسه على المخدى بتجيه في باله وبيفكر في الفرحة معك ويفكر في النصر معك ومرات يتغير ومرات نفسيت وتتعب بخصوص هذا الشيء او بخصوص الموضوع ديالك انتوية والانسان هذا مازال كان في خطك العاطفي هاد الانسان عنده علوشة او عنده مركز كبير هاد الانسان بحل عنده ترقية او اه عنده منصب كبير الانسان هذا الناس تغار منه الناس تبعه الناس ممكن تنصب عليه اه عنده فلوس مازال بينك وبينه لما تشمل مازال بينك وبينه صلح مازال بينك وبينه لقاء الانسان هذا يحبك الانسان هذا مازال يشوف لك الا للسكن ديالك او الاعتباد ديالك بندرة ايجابية الانسان هذا باغي صلح معك او باغي لقاء معك وكيف يفكر فيك وكيف يفكر في الزواج او في الارتباط وبينه نصر او اه النصر معك والانسان هذا حتى هو لا تعتقدي ان هذا الانسان راه اه اه مرتاح ولا فا حتى انسك لهذا الحس لاحظة اه شنو قلنا اه قلنا ايدا هذا بقلبه بعقله بالجسم ديالك يشوف لناحية ديالك ناحية البيت وناحية حتى انتي هاد الانسان عنده علوم منصب او اه ترقية او اه شان وهمة وهاد الانسان هادا كيت تعرض للنصب للاحتيال اه الانسان مازال باغي معك لما تشمل او مازال باغي معك لقاء ومازال يحصل هاد اللقاء ومازال كين في خطك العاطفي ومشي غير هو را كين حتى شخص اخر اللي ما يليك هو اصمر هاد الانسان هادا كين نظر لك نظر ايجابي وكيف يفكر فيك في الليل وكيف يفكر في الزواج وكيف يفكر في النصر ولكن بعض المرات كيت تضغط او كيت تزير عليه قلبه مازال بينكو بينو هدرا وكلام مرات انتي كتقولي تتصلي بيه او تهدري معه فمازال كين بنتكو هدرا وكلام وبالنسبة ليك كي ياكلوك يديك بعض المرات يديك بياكلوك عشان تتصلي عليه بنسبة ليك من ناحية المال فالاموال كينة غادي تسمعيشي خبر من عند وحدة بيضة غادي تهدر معك على رجل حنطي فهاد البيضة هادي ممكن تهدر لك على اخوها على ولدها على شحد من العائلة ديالها على شحد من معارف ديالها اوكي قصد الزواج هاد الانسانة ممكن تعرض عليك شخص قصد الزواج فغادي تصل بيك او غادي تعطيها الرقم ديالك وغادي تصل بيك هاد السيد هذا اوكي بالنسبة ليك عليك عين وحسد على الحظ ديالك يعني كين اوراق انتي مثلا كتجري على اوراق رخصة او شهادة او عقد فكتب تعكس لك هاد الاوراق لانا عليك العين والحسد مازال غادي يكون عندك انتقال من مكان لمكان ومازال غادي تجمعي اغراضك ومازال غادي يكون عندك صفر الصفر هادا غادي تتعبفي وغادي تلقي فيه بزف ديال العراقين وبزف ديال المشاكل مازال عندك صفر احتى بالنسبة للعمال عندك شي شوية غيار في العمل او مشاكل في العمل ردي بالك يختفي العمل إذا كنت عاملة موظفة هذل أيام ردي بالك ردي 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 بالك جت كارز كارز رز ما جتش كارز ندلكم هذك الفلد شنو خليك خليك يا عابير خليك يا كارلا غد ندلكم شنو هي المفاجأة اللي ممكن تجيك في النهاية ديال السنة ما جتش على حسب الأبرج دائما فنشوفو شنو ممكن المفاجأة اللي تجيك في آخر السن على حسب الأبرج العشق شوفي لي هل في حياتي عطي سيكون فيها شخص مميز أوكي العشق عيني ندير البنات السحب هذا ونشوف لك نسجلك باش ما ننساش العشق حاضر حاضر يغتش حاضر يروحي فندلو لكم شنو هي المفاجأة اللي غدي تكون عندك آخر السنة فغدي نشوفو المولودات بشهر واحد المولودات بشهر واحد المفاجأة هي الصلح هي لما تشمل مع الحبيب مع الزوج مع الخاطيب فغدي يحصل صلح أو لما تشمل أو عزومة ما كانت لها على البال ولا على الخاطر بالنسبة المولودات شهر جوج المفاجأة هي اتصال هاتفي أو رد على طلب أو على رسالة المفاجأة بالنسبة لشهر ثلاثة خطوبة زواج أو نجاح أو فوس في مسابقة أو يعني الناس اللي كي يكونوا في البورصة أو شركة الدهب أو سندات فغدي يكون عندكم ربح بالنسبة المولودات بشهر اربعة هو النصر اللي عندها قضية في محكمة ممكن يكون عندك النصر أو غدي تنتصرع الاعداء أو غدي تاخذي حقك أو الناس اللي ضلموك غدي تشوفي ربي كياخذلك الحق وغدي تشوفي اللي ضلمك كيعيش نفس الظلم اللي عشتي فكين هنا النصر البعض فيكم غدي تجيها هدية كبيرة سعداتك الحبيب هدية 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 لجيك المولودات بشهر خمسة انتم ما كانش المفاجأة ما كان غير المفاجأة اللي غادي تعرفوا غادي تعرفوا الناس المحسادة الناس اللي كيوقفوا ضدكم الناس اللي تابعينكم الناس اللي قاهرينكم الناس اللي كيهبروا عليكم بسوء غادي تكتشفوه او غادي يبانونكم تضح لكم الرؤية شكولي كي ينفقكم وشكولي اللي تابعكم بالعين والحساد وشكولي كي يسدلكم الطرقان وشكولي كي يهضر عليكم بالخيب المولودات بشهر ستة المفاجأة هي التشافي سواء تشافي مرض عضوي او تشافي مثلا من اسحار او من شيء بحال هذا القبيل شهر سبعة هنا غادي تعرفي شكون هما الناس اللي صرقوك مثلا اذا كنتي تصرقتي او مشاولك حاجات او فيا اما الحاجات اللي تصرقوك هذه هي المفاجأة انها غادي ترجعلك حاجة مهمة مشات لك ولا تصرقات لك غادي ترجعلك او غادي تعرفي شكون اللي صرقك بالنسبة لشهر التمنية المفاجأة هي اذا كنتي مثلا بغي انتقال في عمل او تغيير عتبة او عملية جميل هذا الشيء هذا هو اللي غادي يحصل في اخر السنة بالنسبة لمولوداتي بشهر التسعة اي امر خاص اه بالعمل في النجاح يعني اللي غادي تفاجئه هو غادي تكون عندك تطورات من ناحية ديال العمل اه نجاحات في العمل اه فرص عمل اه ممكن عقد عمل اه سواء داخل الوطن او خارج الوطن بالنسبة اللي كيدرسوك ذلك ممكن يكون عندك حاجات في الدراسة اللي غادي تفاجئه عليها ما كنتيش كانت تنتظريها ممكن منحة دراسية اه ممكن تكمل الدراسة ديالك خارج اه الوطن ديالك اه ممكن كان مفاجأة بالنسبة اللي عندها امور ادارية مع عقدة وش حالة دي وانتي طلعها وهابطة في الامور ديالك غادي تحل اه بالنسبة للمولودات شهر عشرة فهي بشارة خير ولكن لم تتحدد لهذه البشارة ما هي فغادي نديلك نسحبوشي ورقا نشوفو ديالش هاد البشارة اللي ممكن فبغاديش تعود تعطيها لك يقول لي غادي تعرفي شي سر كان مخبي عليك او غادي تكتشفي اه حاجة اللي كانت مخبية عليك بالنسبة للمولودات شهر احضاش فكي يقول لك المفاجأة هي الرجوع لقاء مع الحبيب او اه رجوع الزوج للزوجية او كنتي في خصام مع الخطيب اه ومشاء او تفسخات الخطوبة ديالكم فغادي تعود ترجعي من جديد لهذاك الخطيب اللي يفسختي معاه الخطوبة بالنسبة للمولودات شهر اتناش فتي يقول لك اه المفاجأة هي ربي غادي يجيب لك في الطريق واحد الشخص اللي غادي يعودك على كل الخسارات اه اللي حصلوا الكفاء البعض فيكم غادي يعودها ربي بزوج اه صالح والبعض فيكم غادي يجيب لك في الطريق شخص اللي غادي يكون وقف بجنبك او كيساعدك اه او ما غدش يخليك وحيدة طينا يناي يلا دابا غادي نشوفوا العشق والحب والغرم شكولي كتدير لي ايموجيهات باللاتي باللاتي نبلوكي شكولي دارت لي ايموجي ما تديريش اصار اصاريطة الاموجي ولا غادي نخرج لك من الشاشة العفارت عفوا عفوا حبيب قلبي شاء الله يكون جاكم حاجة لتفرح عفوا عفوا حبيبي عفوا يا حبيب قلبي هادي عفوا حبيب قلبي وحبيب قلبي عفوا حبيب قلبي اغلا غادي كن هدا الفلد ديالك وهدا الحد ديالك بخصوص الحب والغرام ونشوفو هل هناك شخص مثلون يتقدم لك وشنو هي المواصفات دياله وهل غادي كن هالشخص عنده قيمة وهمة والشأن نعم 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 شفتها امينة ملياني الحياة العاطفية هل فيها الاول شيء بل الحياة العاطفية العين والحسد يعني عليك عين وحسد قتهم البلاوي شوفي يا حبيبة قلبي يا عمر انتي هل تحلامين في الليل ولا كتحسي لما كتكوني جالسة ان معك حد وما فيش حد او لما كتكوني نيمة تشوفي حد سواء ذكر او انت تتحرش فيك تارا را خدني الهواء او لما كتابة لما كتابة او لما كتابة يعني يضغط عليك او حاجة سوداء فلان بان ان ممكن يكون عليك حاجة لخسك ااا ااا تعالجي اوكي عمري ما طرحت عليك هاتي السؤال نعيشق عمري ما سولتك هاتي السؤال هادا قبل قبل ما كانش كي يطلع لك؟ عمري ما سولتك هدي السؤال هذا؟ تسألتك تسألتك بس من فترة تسألتك لله غير يقول لي غير يقول لي وش؟ كتحلمي أقزام كتحلمي أقزام شخصيات قزامية يقول لي وش؟ بانك باقي معي سلتك لله يومي راتها عقلي سلتك لله وغيابك راه لا ناس عادي أعرفهم لأن شوفي أنا بان ليهنى كأنه عندك جن عاشق فغادي نعود مرة أخرى لأنه بنت عليك العين والحسد وبان عليك التابعة وبان عليك تل جن العاشق فهمت اللي بان فيهم زيان هي حضود بخصوص لقاءات بخصوص الجماعات بخصوص البلد البعيد بخصوص انتقال بخصوص تغييرات الاعتبار رائعة الاعتبار فيها فلوس فيها رزق فيها أخبار سعيدة بخصوص أوراق أو بخصوص عقود لكن في الحياة العاطفية تطلعات ليش حاجة فغادي نعودها مرة أخرى الحياة العاطفية ندروا مواصفات فغادي تكوني انت هادي ونشوفوا مواصفات شريك الحياة أو الشخص اللي ممكن يتقدم لك أو الواحد ممكن يتقدم لك مواصفاته انت سألتي هل سيكون له منصب فكي يقولك ايه شخص اللي غادي يكون عنده منصب مازال غادي تقدم لك شخص بهذا الشكل هذا اللي عنده همة وشان وقيمة كبيرة وكذلك ممكن يتقدم لك حتى يعني مازال غادي تقدم لك ناس ومازال يتقدم لك شخص اللي هو حينطي ومازال يتقدم لك شخص اللي هو أبيض الحينطي غادي يكون انسان ميصور الحال يعني غني 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 آآ بزاف فمازال يتقدم لك ناس ومازال غادي تتعرفي على شخص أصمر فمازال الحياة تقدمك فمازال شخص أصمر غادي يكون بينك وبينه هضرة وغادي تكوني آآ دائما في تواصل معاه أو ممكن تتعرفي عليه عن طريق النات أو ممكن يكون اتصال هكا آآ غير متوقع وآآ يحصل بينكم تعارف انتي وهذا الأصمر هذا أوكي آآ ممكن يكون أصمر آآ بهذا الشكل تتعرفي عليه بهذا الشكل أو ممكن يكون من المعارف ديال العائلة أو من العائلة ويكون بينك وبينه آآ كلام آآ بالنسبة اللي تقدمو لك فماشي غير واحد فأنا أعطاني آآ ثلاثة أعطاني رجل أبيض آآ متوسطة يعني ماشي شي واحد لي هو غني ناحية المالية آآ عادي لا بأس به ويتقدم لك كذلك رجل عنده منصب وعنده مركز كبير ويمازال غادي تقدم لك حتى رجل حنطي ما يصور الحي أوكي وممكن ممكن تختاري هذا الحنطي ممكن احتمال كبير تختاري الحنطي الماء البياض أكثر أكثر واحد ممكن يكون قريب لك للزواج فمازال غادي تعيشي الحب والعشق يا غرامي أوكي حبيبتها قلبي وشوفي شوفي اسمعي اسمعي العشق غادي تدخلي اليوتيوب ياك ستقولين لليوتيوب حتى تتأكدي وش عندك هالشي ده اللي قتليك ياك غادي تدخلي اليوتيوب وكين واحد الراقي غادي تقلبي على رقيا الجن العاشق ولما تلقي هدك الفيديو هدك ما تسمعيش للفيديو اللي هو كيرقي ناس سمعي الفيديو اللي ما فيش ناس كتغوت فيديو اللي هو غير عادي لأكين فيديو يتديرهم كين فيهم ناس اللي كيكونوا كيتطرعوا كيغوتوا فأنتي قلبي على الفيديو اللي ما فيه صوت ديال وحدة تغوت وكتبي رقيا الجن العاشق اسمه أحمد نافع أحمد الراقي أحمد نافع وعملي هدك السماعة في الودنين ديالك ونامي على ظهرك وخلي رجولك شي شوية مفرقين ويديك ما تشبكيهم شما تعملينهم شكا يعني تلقيهم على الجواني بالجسم ديالك وحطي السماعة أسمعي وخا وغمضي عينك وما يكونش حد معاك يعني أعمليها في مكان هادئ في غرفة النوم ديالك صافي سمعتيني العشق كرغلا يا أحلامي يا أحلامي يا أحلامي كرغلا كينة نشوف لك هل بتحسينه الرقيش اللي كتعمليها تجيب الفائدة بعضها أحلامي 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 شكرا للمشاهدة هذا الفعل ديالك يا أوكي فاست 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 بعد كارلا غادي نشوف بعد كارلا فغادي نشوفو التحصين اللي كدري والرقية واش عندها تأثير إيجابي عليك اشجل تحديديش اشتجل نساعدك ولكني هنا شنو تيقولي كيقولي ديريها بالنهار أحسن ما تدريها بالمساء سمعت يا لا لا هنا قليك دك شي اللي كدري ديك الرقية ولا دك التحصين اللي كدري القراءات اللي كدري اعمليها بالنهار اعمليها بالنهار انا هكا طلعلي هكا طلعلي يعني هنا كيقولي الأشياء اللي كدري سواء كانت تحصين سواء كانت رقية سواء أي شيء هي ايه تفيدك وستمر عليها ولكن لن تساعدك كثيرا اذا كنت تعمليها بالليل انا ما عرفتش علاش اعطاك بحال هكا ولكني هكا طلعليك الفال هكا طلعليك الفال فهكا هي كتساعدك وخصوصا لما تدريها بالنهار يعني الظهر العاصر الصبح يعني بس لما تفيقي الصبح حلو بالليل ما تفيدك ولكني كتفيد يعني فيها فائدة فيها فائدة كملي كملي نعود نشوف لك المسائل الأخرى اللي اظهرت لك فهنا قال لك مثلا من ناحية الأرزاق الفلوس كين تطورات تغييرات الى الاحسن من ناحية العاطفية انت نفسك تجددي من تفكيرك من تعامل ديالك في الحياة العاطفية ممكن تجيك هدية او مبلغ مالي من عند شحد كيعزك ومازال تسمعي خبر عائلي خبر مهم تسمعي خبر عائلي بالنسبة العمل مازال يكون عندك فرحة رغم العين والحسد اللي تابعك يعني عندك عين وحسد على الاعتباد ديالك وعلى العمل ديالك ولكن مازال يكون عندك نجاح او فرحة كبيرة مع مرأة كبيرة في العمر بخصوص العمل اوكي وكان هنا رجل ابيض مشتاق لكي بقلبه بعقله مشتاق لكي وكان ينظر للاتجاه ديالك ومازال هاد الانسان بغي يظهر ويفرح معك اوكي وفي رجل اصمر انت معدبه هاد الرجل اصمر يعني بتوريه الويل يعني مخليه مشعرف راسه من رجله هاد الاصمر هاد وانسان متردد وحائر ويحب يتلاقى معك او يحب يعني يكله كلام معك وراسه غليان راسك يضره باغي يقولك اشياء جديدة هاد الاصمراني هاد فاست فود فاست فود ويلكم هاو ايو ايو فاين يقدر جليل الهام او يا رب فاست فاست فود فاستين ومتنجم 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 انت راجل ازايك يا خوي هاوريو يا فاسد يا وين ايوي اقول اسميتكو اسميت ام كل البشرة ديالك ويلي البنات غادي ياكلوك عرفوك في هولندا انتا والله ما يخليوك يا كلهم غادي انطلاق هاو ويني غادي ها غادي يرحبو بيك هاو غادي ويسوهو ويرسلوك القلوبو ويني ويني انا غادي يخليوك هاد العفارت هادو كلوهدا في انطاقلك اهلا وسهلا اسماء يا مرحبا يا وخا تكون معا صاحب تو ما تخليوك ها هو عجبوه بك عجبته احسنتي احسنتي لا يوجد احسنتي لا يوجد احسنتي حسنتي يا روخي ها يتواجدون من العفار ويمكنكم ها يتواجدون الاستان هادو غادي نسيوه في صاحبته. يا وان قولك فاست عارفتي هديك صاحبت كدابة اللي اللي دفع عليك كبير. والله هاد العفرت هادو اللي كينين معي يحتين نسيوك فيها. وكين واحد العفرتة لو كان تحس بك كين واحد الجزائر يسميتها شوش هديك ما كانت جي غير حي تكي جيشي واحد من المانيا هولندا بلجيكا كيدخل كتبعت. ده بتشوفوها بعتات. اوكي. يا مرحبا يا مرحبا بنصر الدين. واللون ديال لبشراء ديالك. كي وصلك الصوت متأخر. فغادي تخرج من اللايف وعود ورجع دخل. نصر الدين. غادي تخرج من اللايف وتعود ترجع الدخل. باش يجي الصوت ديالي مع الكتابة ديالك سوى سوى. اهلا نروز. مرحبا. غادي تقول لي اسمي ديك العفريتة ولول البشراء ديالها وانت لول البشراء ديالك. اهلا وسهلا. عاليس. ان دي وند. وندري. وندرلند. ستندرلند. نيس. هاو اريو عاليس. اريو فاين. انت دخلتي بقوة مرحبا مرحبا. هاكي وصلوه الصوت متأخر. كتبولو عافكة البنات. سيما. سيما. سيما ياك. باش نطقها مزيان. سيما بنت نايل. كتبولو الله يعطيك سيستر باش يخرج ويعود ويدخل. اهلا نقونا. هاو اريو. مرحبا. تحفونا. سلمة. 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 بنت نايلة. بنت نايلة. هاي. هاي. قونا. كتبولو يا لبنات. يخرج ويعود يدخل. لان را الصوت كيوصلو مع الطو. وكتبيلو عافكة خديجة اللي عطيك سترلو للبشرة ديالو للبشرة ديالها. شتي كيوصلو الصوت متأخر. اه. يعني. وهي اسميتها سلمة. بنت نايلة ياك. بلتي واخر. هنم بلتي يا. بابا مزيان. ها 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 ها. لا كولئر. ديالة. تابو حبيب ألبي. بيتا. 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 بيجوز كوم بويتا. حتى هي بيضة حتى هي بيضة البيضة خسرته لحياتي سلمحتى هي بيضة انت بيضه هي بيضة جوجكم بيض انت اسمر ينظر اخذ اخذ انتظر القردالي ديال اشبيهة فغلي تكون انت هذا وهذا الحطة ديالك مع سلمة ونشوف هذه الانسانة واش مازالك هنا في الخطة ديالك واش مازالك تبغيك واش مازال يكون بناتك مليقة واش مازالك تحبك هذه الانسانة ولا لا اشوف يا للمولات يا اليس الرجل را دفع فلوسك دفعي حتى انتي فلوسك واش نقرلك هاي 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 قلت ليك خليتي لبنات وكتشوفي لبحت انت ديري بحالو را عطال فتح وكنشوف له هاي نخليه هو ونجيل كنتي هاي بلاتي نوريك را بلانتا اصلا نحي دورش هاي بلاتي نوريك را بلانتا اصلا نحي دورش هاي نوريك مازالك هنا في الخطة ديالك قعمة نوريك كتفكر فيها كتفكر فيك ما مشات فيه نوريك مازالك هنا المسيطرة قد تمشيك على المسطرة شوف يا حبيب قلبي وموجتي وفؤادي وهيامي وما إلى ذلك اشتهاد الإنسانة هذه ما زالك هنا في الحياة ديلك ها هي ها قلبك وعقلك ها الجسم ديلك إذن انت كتفكر فيها كتفكر فيك هاد الإنسانة حائرة مترددة كين واحد الشخص اللي كيشوف لها ولكن هاد الشخص هادا راما فيه خير وهي عارفة أن هاد الشخص هادا ما فيه خير لها لأن هاد الشخص هادا والعوبان وهاد الشخص هادا غير يضحك عليها فهي متردة كتقول واش تهدر معاه ولا ما تهدرش معاه ولكن في الآخر هاد الإنسانة راه ديلك انت حيث هاد الإنسانة هادي راه كتبغي كما كتبغيها غير هي في الوقت الراهن ما عارفاش رأسها من رجليها الانسانة كتشوف لك الحياتك العاطفية يعني راه مازال كين الحب وما زال بغية تعيش معك وما زال كين في الخطة ديالك وبعد ما تبقاش تعود الاسرار ديالك لاصحاب ديالك لانكين هنا صديق او شي واحد كيدخل عندك الضرب الزف او هو معك في البلاد اللي انت فيها ومن العائلة ديالك فالا كان شي واحد معاك في ديالك البلاد اللي انت فيها ومن العائلة ديالك فما بقاش تقول له الاسرار ديالك اوكي هاد الانسان عنده مرأة في حياته او كي خرج من عشي مرأة او فهمتي فحاول انك ما تبقاش تقول له على الحياة العاطفية ديالك لانك كتبغي شي وحدة لانك بغي تزوج شي وحدة فاما هاد الانسان هذا بغي يخسر لك او الحياة العاطفية ديالك لانه بغي او خطوه او بغي واحدة من العائلة يلسقها لك فحاول انك ما تبقاش تعود له اما هاد الانسان هادي اللي او سلمة هادي اللي او الحبيبات ديالك فره مازالك هنا في الخطة ديالك ومازالك تبغيك ومازال الحياة معها او القدام غادي نعود نزيدك واحد الفال اخر فاش نزيدو نشوفو شنو كي ماذا يجري هناك فغادي كون هادا الفال ديالك او حدي ديالك او حبيبات ديالك كين الناس اللي كي بغيو يتدخلو لك في الحياة العاطفية ديالك وخصوصا هاداك الشخص اللي هدرت لك عليها هو حمراني حنطي يقدر يكون من العائلة ديالك ولك يدخل عندك بزاف الدار اللي انتا ساكن فيها الان الانسان هادي مازالك هنا في الحياة ديالك ولكنتين خاصة معها مازالك ينصلح بينك وبينها مازالك هنا لم تشمل بينك وبينها مازال غادي تدخل عندك هاد غلط الحرم هادا ما بغيها لكش انتي هاد الحنطي هادا اللي يقدر يكون يكون ساكن معاك ولك يدخل عندك بزاف الدار ولا صاحبك بزاف ولا هو من العائلة ديالك وتم عايش معك انتي وياك تبقى تسمع على الهدرات ديالو وياك تخليه معاك إلا كانت سيدة هادي فإلا كانت هذه السيدة معاك في نفس البلاد وكتلقى معاها ياك وياك مني متلقى معاها تخرج معاك هذا المسخوط هادا ولا تعرفوا عليها واخد كون هي في بلاد وانت في بلاد هاد الشخص هادا ما تعرفوش عليها وما تخليه شي هادر معاها وما تخليهاش معاها وحتى إلا خرجتي ما تخرجش معاك هاد الوضع حرام صافي انا عطيتك المواصفات ديالو شوف هاد الانسان هذا انا كان نقول لك دا بشوف ما عرفتيش غادي تمشي تجلس معاك غدا بعد غدا وانت تفكر في الهدرات اللي قتليك وغادي تعرفوه من بعد دا بنت غير عقل على داك شي اللي كان نقول لك غدا بعدو سيما نجاع غادي بالك شكون هو هاد الرجل اللي كان هادر لك عليه انا نعود نقول هادك هاد الرجل صاحبك مزيان واما سكن معاك في نفس الدار واما سكن في البلاد اللي انت فيها هو من العائلة ديالك هو انسان حمراني ياك الجسم ديالو رياضي يعني مشي شي واحد يعني بحل كيتريني بحل وحتى في الشكل ديالو زوين حسدك عليها اليك تكتعود له عليها فانتا نقول لك هاد الانسان هادي ما تقلسها معا حتى واحد كتعرفو او تعرفها لاشي صاحبك وهاد الانسان راه مازال الرجوع مازال لما تشمل بينك و بينها ولكن هاد بوض الحرام هذا راه ممكن هو يلعب عليك وعليها او هو غدي تكون عاجبه هاد الانسان غير من التعاويد غير من التعاويد غير من المعاودة عليها ليه غدي تعجبوه ممكن يطيرها لك ممكن يخطفها وتقلس انتا ربانا خلقتانا اوكي فماذا ايضا شنو كي بلك هنا لانا شتي هادي دباب حل دباب هذا هو الخط العاطفي ديالك يعني متدخلك هاد الشخص في حياتك عوض ما تجي انته هنا هو كي هنا بحل كي يسرق لك الطاقة ديالك كي يسرق لك الرزق ديالك تعلمتي هاد الشخص هادا كي يسرق لك الرزق ديالك اما الرجوع فكين لدي انسانا ما زال كين بينكم هاصل جيت يا كالروزا تعال يا حلو يمدردحة هاتي السؤال هاتي السؤال هاتي هاتي السؤال يا حياتي كده في حب وغراميات ما في طريقة غير ها 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 هنشوف هنشوف هلأ الايام هادي اول اسبوع اراني صيفت ليك اوكي اوكي فحتى نصد هحتى نصد لايف وغاد نقرأ فان شاء الله يكون خير نشوفوا هاد الاسبوع ولا الاسبوعين يا كرز هل في حب وغراميات هل في معجبين فان شاء الله يكون خير هاد الفال بيالك ان شاء الله يكون خير يتدردح حان شوف هل في حد هيتدردح ولا مش هيتدردح الاسبوعين المقبلة ان شاء الله يكون خير شوفي هناك يقولك رامزل هدي يكون عندك لقاءات عاطفية او تعارف وغدي يكون تعارف لهو اخر حنطي طلع لك الحنطي يا حلوة وفي الاسمراني كمان اشوفي قل لك هاد خطك العاطفي يقولك مازال عندك تعارف ومازال يكون عندك لقاء عاطفي ويكون ايجابي ومازال يكون عندك كلام هادرة وكلام مع رجل حنطي اللي في الوقت الراهن كيفكر فيك اوكي مع السلامة الى اللقاء اوكي يا كراز اذا قلنا في الحياة العاطفية ديانك قريبا غدي يكون عندك لقاء او تعارف وغدي يكون تعارف بشكل ايجابي وعندك هادرة وكلام مع رجل حنطي وفي الوقت الراهن كيف يفكر فيك اوكي هاد الحنطي هادة الان في الوقت الراهن كيراقبك او كيتجس عليك اذا هاد الشخص راح عارفك ده ما ما بغيناش او ما نعارف واش قذيبون ولا لا ما عارفتوش واش قصيرون ولا لا 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 قولا اوكي 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 هنا جيتي انتي هنا بحلة مكت م منتبهاشي لهته الشخص او مكت عارفيش هEverything جيتي بعيدة وا مازال غدي يكون عندك هادرة وكلام مع رجلصصمر يعني احت هذه الصمر هاده غديت هدري معاها على وراق على فلوس ممكن هاد الصمر ممكن أه اجنبين ممكن بيسافر كتير ممكن professors اوكي فالهضر اللي غد تكون عندك معاه على ورق وعلى فلس. اما اللي يجا في خطك العاطفي في القريب يعني في الاسابيع القريبة او اقرب واحد ممكن يكون عندك معاه هضره وكلام حين طاوي. سين قاوي ومين قاوي. بعد ما سين قاوي لدنا. صح في م nenhuma لكلام để تحمل جارب sentear. لا تتحدث لا تهمني. انيواي. ولي ولي على لونجلي. بخ بخ. اللي ليلة فهمتني. يا وسكت انتم وخط عيو تضرب لونجليل اللي قرأت وها ما تفهمكم شان رفهمتني ديك لونجليل العوجة دياني. ليلى مرحبا. ليلى يا ليلى. قلت ليك اه اريد اعرف هل الحنطي صديق اه الابيض هو اللي نصحه يعمل لي جلب هل هذا صحيح لان دايما يجي هاد الشيء في بالي اريد اكد يمكن بسبب هاد الشيء عندي طاقة سيلبية. اعرف هل الحنطي صديق الابيض هو اللي نصحه يعمل لي جلب. قد نشوف. قدت لي. اه قدت لها اكرز شكرا شكرا كارزة العزيزة. سؤالين. سؤالين يا كارز. زديني سؤال. اه. سجلتها سجلتها. العشق سجلتها. حتى. شكرا بنوات شكرا. كتبت لي السؤال ولا لا؟ ها ديك العفريتة. عش كسبت لي ديك العفريتة السؤال ولا لا؟ هل كتبت السؤال؟ ها دي بغتك؟ تبنى؟ 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 ها ديك العفريتة اي تبنى ان تفعل رقبة والاطف على يتبن. انا هنا في موجود و اتوقاء. مخايق? الانسان هذا هو مجهول لهوية وش كي يحبها عنده شي عامل فاش خدام شتيجر ينزيد ان تعرفوا عليها اكتر غدا يكون هذا الفانق ديالك والحضة ديالك مع هذا الحين طيب يطلع لك في الفانق وش هذا الحين طيب هذا قريب منها كي يحبها فعلا حب حقيقي خدمة ديالو شتيجر غادي تسمعي خبر على الشوراق من عند محامي من عند موت تيق من رجل اداري وما زال غادي جيك مكالمة هاتفية من البلد البعيد محظوظة لكن عين وحسد علي ويحبك والله يا بتي الناس بيموت في دبديبك يس 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 قلك هذا الرجل هذا هو كيموت عليك ويحبك وباغي يزواج ولكن يشكون هو وهذا الانسان باغي يدخل للاعتبار شوفي قلك هذا الرجل هذا بقلبه وبعقله باغي يدخل للاعتبار باغي يقلس عندكم باغي يجي يدخل البطار والانسان كي يحبك وباغي الزواج وانسان مع الصب وما عارفش كيفاش غادي يدير وكان في الحد ديالك وهانتي هنا هالعنطز تاو كيشوف لك الحد ديالك وكان يدير الطاقة السلبي ولا كيدير الجلب ياوا هالحنطي ياوا كي يبغيك ولكن ما بليش نو كيدير ما بليش العمل دياله شنو بان بان هذا الانسان مع الصب ما عاجبوه حال ما عارفش علاش مع الصب وما حيت ما واصلكش او ما قادرش يهدر معاك ولكن هذا الانسان كي يحبك وباغي الزواج وباغي المعقول وباغي الجدوه هذا الانسان هادا نيتو يدخل والدار ديالكم صلاة سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله أوجه إلى جهس يدنا محمد صلاة سلام عليك يا رسول الله أوجه إلى جهس يدنا محمد بادة صلاة سمعت قاتية ليا انا كيف لياه انا اه ده بعض الصمر كيدل لك الجلب باش تحبه ونتحب ضايرة عليها بتظهر هذي الصمر هاده باغيك تحبه ممكن يكون كيدل لك الجبل هذي الصمر هاده نحا نحا انا حاب ها كراس انا بحس بحاجة ها مين اللي بيعملك الحاجات دي للعنطيز اصدق العنطيز وانت من اهل يليلية انت شفتي الفالات اللي دوزت قبل فشوي في البداية ديال البت انا دلت لكم اختيارات مش اختيارتها لحسب الابراج المفاجأة ديال نهاية السنة وعملت كذلك فال على حسب الابراج يمكن في بداية هاد البت اللي سبقوا حتى الغداء المفاجأة دا بغادي نشوف العشق ازيد سؤالا سأزيدك سؤالا بعد العشق صافية كرز ها هو دا سؤال واحد بعد العشق يا عشق يا غرامي ماما 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 غدي نشوفه واش هاد الصاحب ديال هادك الابيض ياك السؤال ديالك هو واش كي يديرلك الجلب اوكي خلاص روحي روحي نامي تصبحي على خير حلوة قلتي ليا العشق نشوف واش هادك محمد الابيض كي يديرلك الجلب هاد شي اللي بغتي سيهم سيهم السؤال مدفوع الاجر على ميزة السيبر شات خمسين درهم او ما يعادي لها اذا ما عندكش كتجلسي مع الابنات كتشاركي معاهم كتفاعلي مني كنسحبلهم اوراق الحب كنسحبلك حتى انتي معاهم هاده هو النظام ديال اللي بيت المباشر اهلا اهلا وسهلا عطر الجنة كيف حالكي ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير يا مرحبا العشق يك هذا هو السؤال ايوه هل صحبه اللي نصحه ها خلينا نشوف اذا هدي انتي وهذا هل صديقه هو اللي قاله انه يعملك جلب او سحر هل صديق دياله هو اللي يقول له هاد الاشياء هل الاقتراح ديالك وارد هل احتمال ان الصديق دياله هو اللي نصحه يعملك جلب او سحر انصحه يعمل يا حلوة لا لا ما بيقول لش حاجة ما كيقول لشيء هدا هاد الصاحب ده بنتي اللي اللي حبتي فنيتك لا لا يقول له شيئا لا يقول له شيئا ابدا وكيقولك ما زال الفرحة بينكو بين محمد وهذا محمد هذا رهنيتو الزواج نيتو الاستقرار معك ولكن غير مستعد الآن الآن غير مستعد لكن ما زال فرحة بينكو بينه انت دايرة بظهرك وهو دايرة بظهره ولكن الفرحة ما زال تكون ما زال فرحة تكون وقلبه وعقله ما زال في الخطة ديالك وهذا الانسان هدا بيشتقلك هاد الانسان كيشتقلك وما زال غادي يكون عندك معاه كلام وما زال غادي يحكي لك على اشياء كتيرة أوكي أم مشي هدا اللي بيوزو لا بيقولو حاجة لا ما بيقولوش حاجة ما تظلمهوش أعطيتي فنيتك ما تظلمهوش أوكي يا حياتي تعالي تعالي يا حياتي تعالي تعالي يغني لي تملي لتاملي طمال الحب دغنوا كلها أنغام أنغام هالحلوة هو رأي السؤال وقل لها يا خديشة البقرة أنا الطوغ قل لها هالحلين ويا حسن ويا وياك الدنيا حلوة وياك في صفاك ونقاك أنا رضي يا حبيبي برضاك وبحبك أيوب نعم نشوفه أيوب يقولك هذا الفعل مع أيوب ولد حوال نشوفه هذا الإنسان هذا شنو ممكن يحصل مستقبلا بينه وبينه بيحبيني ولا الهوى عمره ما زارك تردى بتحبيني ولا الكتب على القلبي نارك نارك قل يا حبيبي حبيبي قل قل يا ملك يا ملك روحي بهوى روحي بهوى ترررر الماضي لك وبكرة لك وبعده لك نفسه هادي ومنامي بندهك للنري تحبيني أختي أختي كين في الخطة ديالك لا ماشي انتهادي لا استني هو معصب ما عرفش أنا عارش معصب هذا الزمر ها هو كي يشوفك بيحبك يعني كين مشاعر هاد الشي حيحصل بعدين ممكن دلوقتي بتقلبي على الحب كتقلبي على الحب كتقلبي على الحب حتطلع لك الحب يا الله هتنامي كويس بعد ما طلع لك انه بيحبك الآن هتنامي كويس شوف يقولك هاد الرجل كان في الحب ديالك وانسان اللي هو معصب او انسان اللي هو سلطوي بينظر لك يعني نظرة ايجابية والانسان ده في مشاعر مبدئيا في مشاعر انا بشوف انه يعني الانسان مهتم لو ما كانش مهتم كان جهنة فما زال حيكتب لك رسالة او يتصل عليك او كده او يخلي لك ميسج اوكي لان شوفي جهنة بينظر لك ويشوف لك بالنظرة ايجابية والانسان هذا يشوف بيت الحياة العاطفية ديالك يعني الانسان ده في مشاعر والانسان ده بيفكر يكتب لك رسالة والانسان ده مهتم فيكي اوكي بس هو معصب او هو سلطوي او هو جامد يعني صعب 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 موش سهل موش واحد يعني اللي هو سهل سمر يا سمراني البنات غادي نسدو هاد اللايف يكو وصلت هديك العشرين خليني صعب جدا ايوه فغادي نسحب لكم اوراق الحط نكتب الاسماء لاسماء ديالكم لاسماوات ماشي السميات لاسماوات فغادي نديرو كراز كراز ونديرو العشق ونديرو خديديج ونديرو ميرا معفوش مازالة وللا وبق بوكس وعطر الجنة عطر الجنة وكين اميرا معجزة سارة ساريتة ورد الجوري عالم ومفيدة صافي متشيلي كين وياك 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 الدنيا حلوة وياك 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 الدنيا حلوة وياك 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 هذا الفلد كراز من بعد كراز العشق خديديج جميرا بيك بوكس عطر الجنة معجزة هذا الفلد يلك يا كراز كراز يقول لك هنا ستكتشفين امور اه في الايام المقبلة امور جديدة اه غد يكون عندك اعمال وترتيبات وتنظيمات خصوصا بالمساء او بالليل هذا الايام او هاد ستة ايام بالنسبة للعشق العشق يقول لك معرضة للأسحار معرضة لطاقات سلبية اه هنا عندك اه اجتماع او لقاء بخصوص العمل او رجوع العمل كنت كدريه قبل او استقرار في عمل خديديج خديديج كيقول لك الصحة في تحسن اتصال هاتفي مهم من رجل ابيض رجل ابيض كيفكر فيك عندك معاه حاجات ايجابية وستستفيدين منه ميرا كيقول لك رجل حنطي اه مقلق مع الصب مع جبوحال اه والسباب طرف ثالث اه بقي بوكس يقول لك بعد ثلاثة ايام او يوم الثلاثة عندك مبلغ مالي كبير غدي تحصل عليه ورجل ابيض بغي لك الخير وهذا البيض هذا اه عنده هضره وكلام مع اه الوليدة ديالك هو خالق هو اه شحد قريب من الام ديالك بحل غدي هضره معك بخصوص امور مالية اه ممكن غدي هضره معك حتى بخصوص البلاد البعيد فما عرفتش انا عاود نقولك اذا قلنا هنا فلوس غدي تاخدها بعد ثلاثة ايام او يوم الثلاثة كان رجل بيض اللي ممكن يكون من طرف الام ديالك وبغي يهضر معاك ومعها على السفر للبلد البعيد او هدي ميشي الام ديالك هو رجل بيض امورة كبيرة في العمر غدي هضره معك على السفر او على البلد البعيد انت جايينك زوار اجانب البطار او جايينك زوار من البلاد البعيدة اه عطر الجنة يقولك عندك تحركات كثيرة هاد الايام اوكي يا اما غدي تكون عندك تحركات كثيرة يا اما عندك سفر من مدينة المدينة يا اما غدي تعملي المشتريات كثيرة هاد ست ايام او غدي تكونك تستعملي النت اه بصفة كبيرة او غدي تدري مثلا انتصالات او تواصل كثير هاد الايام مع الناس وكيقولك هناك شخص حين طي قصير القامة يعزك كثيرا كثيرا وانت في قلبه وعقله معجزة معجزة كيقولك اذا كنت متلقى عندك رجوع مع الطريق بعد خمس اوقات اذا ما كنتيش متلقى فهي لما تشمل او حضور وليمة او عزومة وكيقولك عندك هنا تطورة وتغييرت الى الاحسن في كل ما يخص مثلا الاهتمام باللوك ديالك بالجمال ديالك وبالصحة ديالك صارت صريقة كيقولك غدي تكون محدودة هاد الاربعة ايام وبالخصوص يوم الاربعة كيقولك فرص عروض استغلي الفرص والعروض المقترحة عليك وكيقولك هنا ارضي بالك ممكن تكون معروضة وهديك العراضة غدي تجيك فيها شي حاجة اللي هي ما مناسبكش مثلا الى عرض عليك شي واحد الشي صهراء فبلا ما تمشي مثلا شي بنت قاتلك هي وراكين واحد الصهراء في واحد الضار ولا راكين في واحد نايت كلاب ولا اوي اياك تمشي اوي لك انا كان اعلمك تمشي ايش تدوك نقولي ايش تدوك الجدار مياه ارضي بالك ورد الجوري ورد الجوري حضوض ونجاح وفوز بخصوص اورق يعني ورد الجوري سواء رخصة سواء شهادة سواء عقد كيف ما بغت تكون الورق غادي تكون عندك عليها من هنا نهاية الشهر نجاح عندك كذلك فوز نجاح ورد الجوري لما كنتش مزوجة ممكن عندك خطوبة او زواج كيقولك الفال كذلك اذا كنتي مثلا عندك مشاكل لما كنتش متزوجة وعندك مشاكل في الحياة العاطفية فالان انت طريق للزواج مفتوح وحتى لك كان عندك اصحار موقفة لك الزواج ديلك فمشت هديك الاصحار عالم ام فدا عالم ام فدا كيقولك عندك مبلغ مالي كبير من المال غادي تخضيه في الايام المقبلة وكان هنا رجل اسمر متوسط القامة او طويل ممكن يجيب لك هدية او يعطيك مبلغ من المال بيلا بيلا كيقولك بشارة خير وهدية كبيرة غادي تحصلي عليها او ش بغيتي ولكن ولكن عندك شي راجل اسمره كي يحبكو كي يحمق عليك وممكن يجيب لك هو اللي يجيب لك ذاك الكادو او ش بغيتي يا بيلا بيلا نوضا الشجرة ديالي قدسينا الشميعات هي وحداها بالضبط أخي أريد أن أرى أن تزوجك وأنت لم تتعلم أخبار لأنني أعرف كيف أريد أن تتعلم لم تكن تتعلم أيضا لم تكن تتعلم أن تنسيتني لأنني أحبت أن أتعلم لأنني أجل الأسماء لن تكون أخي أريد أن أقومها وأنتم تتعلم أتعلم لأنني سؤال فإنني أرى سرعني المفاجئة وجدته أرقتنا كذلك أعرف أرقتنا أجرح تأرجى كيف جري السهم سوف اشوفي اختيار دي المفاجأة سكت سكت لا تشوف هذا وحياة العاطفية هل هناك حبيبة هل هناك حب هل هناك زواج هل هناك استقرار وما عرضناش خاف خاف لا يعرضنا ايه وباللاتي نشوف ندير لكي فيلم سنة ها 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 واحدة بعدها يلولة تحت ها هو ها هي كي يفكر فيها كتفكر فيه ما عرفناش واش مرتولى صاحبته ها 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 يحاول مسكن ميدناها الخاطر ووحاول يرضيها ووحاولي يتعامل معها مزيان تيغير عليها هالزواج ها هو صافي رك عادي تزوجي لما كتيش مزوج صافي صافي يورحت واحدة وخرة بغاتك اهيا تعال هنا نقول لك بابنتك انتك تبغي تبغيرك انتك تبغي واحد لبيضة ياك وهاد لبيضة خنتك معا الصمر الصمر ياك تب هاد لبيضة خنتك مع هاد الصمر وانتك عارف هاد الصمر هذا هو بغي يهدر معاك يقولك يا ودي راما ما خنتك شو كده وكده وراك كانت غير قلسة معي وكنا كان هدرو غير على شي وراك وكنا غير مش جامعين انت مشي تيك تحب هادي هادي حتيك تحبك حنطية مائلة الى الصمر بديتي تتحب هاد لحين طياء هادي متى تحبك ولكني ما كتخليك ش تكون مرتاح دائما خايف دائما عليك تخوف كتحاول ترضيها كتحاول تدير لها الخاطر ودائما كتخاف كتقول عاو تنحت هادي تمشي تدير لديك الفضاحة اللي درت هادي عاو تنحت هادي تمشي معا شي واحد اخر اه لابا في الحياة الطيفية دي لقاك راكينا الفرحة يعني زاواج خطوبة راكينا وانت ها الفلوس قدامك ها الحضوض على الفلوس محضوض ما شاء الله تبارك الله تهمتي والحاجة التقيلة اللي كتفكر فيها را غادي تحصل عليها ولكني كتفكر يعني فعلو شأن في العمل او في الترقية في العمل فرا غادي كون لديك هاد الشيء هادا صافي عارفنا بأن را كنتي كتبغيشي واحدة وخانتكم كنتي كتبغيشي واحدة وخانتكم تتلوحها او تصحبتي مع واحدة اخرى هاديك الاخرى را كتبغيك صافي را غير انت الواحد في حياتها هاديك الاخرى صافي هاديك اللي قاتلي كانت لويزا ما كانتش لويزا حيات كان وحداش الواحد ومنين عيط كان قولش كلي كين ما كانتش علش كتكتبية ورد الجوري الكتابة ها؟ علش كتكتبية منين كتكت كان عيط على اللبنات او علش ما كتباتش علش ما كتباتش عبيق بوكس علش ما كتباتش علش منيك تكن قول ها هما دول اسماء اللي كينين علش ما كتباتش يا باز لكم كتتحنوا بعدها بيناتكم باز كتتحنوا بيناتكم باعفارت انتوما اللي فهي مفاجأة او خبر او سر غدي تسمعيه وغدي تفرحي علي فرحكينا صافي يا الله اوش غدي نقول لكم شحال ده بفسا كميسة انها التانية بعد نص الليل نص الليل عفوان موسيقى نكون العمر غادي والريوني زريف نكون زريف نكون العمر غادي يوم يشبه يوم ياتي هادي ياتي هادي ياتي لتمنت هتكون ماشي هادي ماشي هادي وليوني زريف نكون معجزة تلاقي خير يوش غادي نقول لكم نعاصر الراحة وان شاء الله غادي تدفقوا كلكم طاقة ايجابية وحيوية ونشط تهل الله وفرسكم تستمتعوا بالحياة كان بغيكم بزاف عليكم يا حلوين ان شاء الله ربي يحق لكم جميع الاهداف ديالكم جميع الامنيات ديالكم لقوا ان شاء الله غدا على خير وباي باي او بونو نوي بونو نوي لا فارد يلا هادي مشاهدي لك خير مشاهدي لها ليس فيد مشاهدي onions are you here are you here gonna اه بنتي تبنتها يلا تلغد ان شاء الله وتلقاو على خير باي باي أحلام سعيدة شكرا